دعوني ورحب بضيف حلقتنا الليلة ننظم إلينا السيد أنور الغربي الأمين العام لمجلس جناب للعلاقات الدولية والتنمية ينظم إلينا من جناب سيد الغربي مساء الخير دروس كثيرة لا شك تعلمناها وتتعلمها أنظمتنا أيضا من قطاع غزة شعبا ومقاومة دعنا نعدد بعضها في هذه العجالة تحية لك أستاذ صالح ولمشاهدي قناة الحوار في كل مكان وتحية خاصة للشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة وفي القدس وفي الشتات وفي كل مكان في الحقيقة أمام ما يحدث اليوم يعني التوصيفات البشاعة والفضاعة أمام هذا السياسة القتل وهذا الإجرام المفتوح والذي نشهد عليه جميعا وسياسة المجاعة التي تمارس بفعل فاعل وبإيرادة الإنسان وهذه الكارثة المفتوحة التي نشهد عليها جميعا لم نعد يعني أصبح حتى التوصيف يصعب إيجاد الكلمات المناسبة بعدما تحدث عن ذلك كل الفاعلين تقريبا تحدث عن ذلك الأمين العام الأمم المتحدة تحدث عن ذلك المقررون الخواص في الأمم المتحدة فقط بالأمس يعني زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ قال بأنه يعني بعبارات طبعا مخففة مجلس الشيوخ الأمريكي قالها بعبارات مخففة بأنه النتنياهو والمتطرفين في حكومته يعتبروا يعني عقبة أمام تحقيق السلام والمصالحة في المنطقة اليوم نشهد على هذا الذي يحصل هناك خطوط إمدادات جوية مباشرة بالسلاح تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تواصل يعني إرسال السلاح من الدول الغربية من الاتحاد الأوروبي من سويسرا من بريطانيا كلها تشارك بشكل أو بآخر فيما يحصل اليوم وسكوتها تواصل سكوتها وتواصل يعني ضر الرماد على العيون انصح التعبير اليوم بيان للاتحاد الأوروبي يعني يعتبر هزيل وضعيف جدا بالنظر لما يحدث يعني نحن نشهد الليلة سيد الكريم ونحن نتحدث حصلت مجزرة رهيبة في دوار الكويت راح ضحيتها العشرات فقط الليلة منذ حين منذ قليل فلم تعد الكلمات تكفي يعني البيانات هذه بيانات سواء من الإدارة الأمريكية أو من الاتحاد الأوروبي أو من سويسرا بلدي وأنا أخجل كمواطن سويسري مما يحصل وأشعر بالعار على أن الدولة التي تعتبر هي راعية اتفاقيات جناب ومن مسؤوليتها الأولى حماية المدنيين ورعايتها للمدنيين وضرورة تدخلها ومع ذلك ساكتة وصامدة وفقط ساكتة وتتوارى خلف الدعم للأونروا بالفتات وحتى الدعم للأونروا تم تقليصه إلى النصف تقريبا رغم أنه رئيس الأونروا هو سويسري سواء السابق أو الحالي ومع ذلك لا زالت سويسرا تتلك ولا زالت الخارجية السويسرية تقوم بدور يعني المختبئ والمختفي والذي وكأن سويسرا دولة غير معنية في حين أنها تعتبر مشاركة بشكل مباشر اليوم مشاركة بعدم منعها لما يحدث بشكل أو بآخر الموقف السويسري مهم موقف بريطانيا مهم جدا باعتبارها مسؤولة بشكل أساسي على الاحتلال وعلى جرائم الاحتلال بأنها على هذه المأساة التي تحصل للفلسطينيين هذه يعني كانت بريطانيا متسببة رئيسية فيها الاتحاد الأوروبي من خلال تواصل اتفاقية الشراكة يا سيدي هل نذكر المشاهدين الكرام بأن البند الثاني من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي هو احترام حقوق الإنسان ومع ذلك ما زالت هذه الشراكة متواصلة مع هذه الدولة التي ترتكب المجازر وترتكب هذه البشاعات وهذه الفضاعات ويكتفي الاتحاد الأوروبي ببيانات فضفاضة بلا قيمة فحقيقة ما لم تتم عقوبات حقيقية ويتم تفعيل مقاطعة للشركات التي تمد ومحاكمتها هذه الشركات التي تمد الاحتلال بالسلاح وتغذيه حتى هذه الأنظمة التي فتحت خطوط إمدادات برية لرفع الحصار الذي تحاول أن تضربه بعض القوى في المنطقة على الاحتلال فهي تعتبر بالقانون بالقانون الدولي تعتبر شريكة فيما يحصل رغم كل هذا التكالب سيد الغربي ونعود لسؤالنا رغم كل هذا التكالب تكالب غربي وكأن غزة دولة عظمة الكل يدعم هذا المحتل بالسلاح وبالمال وبالمواقف السياسية وخذلان عربي يعني قاسي جدا ومؤلم ومع هذا لم تستطع كل هذه الجهود وهذا التآمر أن يكسر غزة وأن يكسر صمودها وأن يكسر ولائها أيضا صمود أسطوري للمقاومة وصمود شعب تجلى أيضا في رفع العشائر التعاون وأن تكون بديلا عن الحكومة ماذا تقول لنا غزة بهذه المواقف وبهذا الصمود هذا صحيح هذا صحيح يعني هذا من جانب الجانب الآخر هذه الصفحة الأولى إذا أردنا الصفحة الثانية هو خسارة الخسارة الاقتصادية في الإسرائيل وهي خسارة كبيرة لم يسبق لها في تاريخ إسرائيل هذا معلوم يعني التقنية ما خسارته التجارة أو التجارة التقنية الإسرائيلية المعروفة والمتطورة يعني بعشرات المليارات من الدولارات والصورة التي أصارت لإسرائيل اليوم في العالم وهي صورة الكراهية تجاه الإسرائيليين تحتاج لعشرات السنين حتى لدى الغربيين أتحدث في نظر الغربيين إجمالا الإسرائيلي اليوم هو الذي يقتل وهو الذي يدمر وهو الذي يعني يقتل الناس وهم ينتظرون المساعدة يعني وبالعشرات وهو يقتل الرجل المسن ويتباهون بذلك وهو يقتل الطفل ويتباهون بذلك فهذه الصورة لن تم حقيقة من مخيال الشعوب رأينا هذا من خلال هذا الدعم الكبير لدعم الشعبي لغزة ولسمودها في الغرب خصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية في دول الأوروبية المختلفة هنا في جناب يعني يومياً يومياً على مدار الأسبوع هناك وقفة ومسيرة كل سبت مسيرة جامعة كل سبت ووقفة يومية لدعم غزة وللمطالبة بالتفعيل المقاطعة والمطالبة بوقف بيع السلاح والمطالبة بوقف التعاون مع أسرائيل والضغط على الحكومة وهذه العراءة المختلفة تكاد تكون يومية هذه الحملات للمقاطعة التي نراها في أغلب الشركات التي مع أغلب الشركات التي خسرت الكثير لو نذكر بالبعض منها بعضها خسر المليارات بل عشرات المليارات حقيقة ولا أريد أن أذكر أي منها ولكن هذه هي الحقيقة اليوم من الصعب اليوم على إسرائيل وهذه الصورة البشعة والفضيعة التي نراها نراها هنا في مجلس حقوق الإنسان الإسرائيليون وأعوانهم والمدافعين عنهم يتوارون ولا يعني يقدروا حتى على تنظيم فعالية بسيطة جدا يحضرها العموم أو تحضرها حتى يعني نوعيات مختلفة من الذين يختارونهم هم مخافة الاحتجاج ومخافة الرأي الآخر المخالف هذا لم يحصل على امتداد أكثر من ثلاثين سنة لمتابعتنا لأشغال مجلس حقوق الإنسان والفعاليات في جناف لم نرى أبدا هذه العزلة الدولية الكبيرة والخانقة لإسرائيل بل ولداعميها حتى من العرب يعني داعم إسرائيل من العرب الذين وفروا خطوط الإمدادات العربية مثلا هم يعتبروا ليس فقط خذلان بل مشاركة نحن نذكر الجميع بأنه لدينا 152 دولة ملزمة بالقانون الدولي أن تتصدى للإبادة الجماعية وأن تتصدى لجرائم الحرب هذه الدول المجتمعة اليوم لم نرى منها غير فصيل يعني في اليمن تصدى لهذا بالقانون الدولي بالقانون الدولي اليمن اليوم هي والحوثيون هم الذين يطبقون ما أتت به المنظومة الدولية والمعاهدات الدولية التي من المفروض أن تلتزم بها كل الدول الدول التي تساعد أو تساهم بشكل أو بآخر في هذا التطهير العرقي وجرائم الحرب التي تحصل وهذه الإبادة التي نراها يوميا هي بلدان مشاركة ومساهمة وأفعالها مجرمة بالقانون طيب أطلالة أيضا على هذا الجانب مهم للغاية سيد الغربي ولكن نعود مرة أخرى لما عرضته أنا في سؤالي ولكن بصيغة أخرى أنت لديك كتابة وأشرت إلى أن الجيوش العربية أو بعضها بعض الطائرات العربية لأول مرة تحلق فوق فلسطين لعل هذا أيضا من الدروس والهبات التي منحتنا إياها غزة يعني ماذا يمكن أن يقال لغزة مقاومة وشعبا ماذا قالت العرب ماذا علمت العرب ما هي الرسائل التي وجهتها لأنظمة ولجيوش ولشعوب عربية ربما تختلف على أدفع الأشياء وتتناحر على الصناديق ولا يحترم بعضها حتى الانتخابات النزيهة الشعب في غزة اليوم قال لا لن نتخلى عن الحكومة الشرعية المنتخبة هذا ما قالته العشاء أستاذ صالح هذا شعب تحت الاحتلال والشعب القابع تحت الاحتلال من حقه بل من واجبه أن يدافع وأن يقوم الاحتلال هذا معروف ومعلوم ولا أحد يجادل في ذلك نحن نتذكر جميعا أنه خلال السنة الماضية على ما أذكر أو منذ سنتين لما تحدث القاءة طائرة مدنية أردنية وكان يحلق فوق القدس قال يومها في كلمة مشهورة وفيديو نشر على نطاق واسع وكانت هناك إشادة كبيرة بهذا القبطان أنه قال يومها نحن نحلق الآن على ارتفاع كذا فوق القدس المحتلة فكانت هذه يعني رسالة رحب بها الكثيرون يعني عشرات الآلاف من الدول العربية رحبوا ومن غير حتى الدول العربية بهذه الخطوة لأنه يذكر العالم فاليوم عندما تأتي الجيوش العربية وتحلق فوق سما فلسطين التاريخية لأول مرة حقيقة ولكنها مع الأسف تحلق ليس لهدف إغاثة ودعم يعني الفلسطينيين بينما فقط لعملية أنا أسميها فيها الكثير من البروباجندا والكثير من العمل يعني هي عملية إعلامية أكثر منها عملية حقيقية إمسانية لإغاثة أهل غزة لما نعرف بأنه البعض من هذه المساعدات ألقيت فوق المستوطنات الإسرائيلية وبعضها الآخر تسبب في مقتل فلسطينيين لأن المظلات لم تفتح وأنه حتى بعض المحللين الإسرائيليين من المتطرفين سخروا من هذا وقالوا أن هذه الطائرات تأتي خائفة وترمي لما لديها وتعود لتعود بسرعة تقوم بالتصوير وتعود بسرعة هذا قاله بعض المحللين الإسرائيليين وليس نحن المتابعين وبالتالي نرى ومع ذلك ما زال هذا الفلسطيني لديه حضانة شعبية تحضنه ورأينا موقف هذه العشائر التي تقول نحن لن نخذل شعبنا منذ أيام خرج أحد المسؤولين الفلسطينيين وهو مسؤول المخابرات في السلطة الفلسطينية وأعلن بأنه سيكون هناك تعاون مع قيادات في جنوب قطاع غزة وهناك دعم من دولة عربية كبيرة في المنطقة ودعم أمريكي وإسرائيلي فخرجت العشائر اليوم لترد على هذا الكلام بشكل واضح وقالوا نحن لن نقبل بأن نكون أداة أمريكية لتدمير شعبنا في غزة ونحن نقبل بما يقبل به الشعب الفلسطيني والمقاومة جاءت بشكل أو بآخر عبر الصندوق وإن خرجت فستخرج بالصندوق ولن نكون نحن أداة من أدوات يعني الإبادة والقتل الغربية والأمريكية بدرجة أساسية يا سيدي دعنا نذكر فقط بأن الفلسطينيين اليوم لا يحاربون الجيش الإسرائيلي اليوم الفلسطينيين يحاربون الولايات التحد الأمريكية بل التي تمد بالسلاح والمال وبالموقف السياسي يحاربون بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا هذه الدول سارعت منذ اليوم الأول وساهمت في دعم إسرائيل وتواصل هذا الدعم اليومي والمباشر ولولا الضغط الشعبي الغربي لا كان هذا الدعم أكثر وضوحا وأكثر الخطورة يا سيدي اليوم في غياب الشفافية في المواقف الغربية وخاصة هذا الموقف الأمريكي الذي يحاول التسويق لهذا الميناء في غزة ولا أحد يعرف ما هي هذا الميناء ولا كيف سيكون ولا كيف سيساعد أهل الغزة ومع ذلك الغزيون يواصلون حياتهم بما لديهم من إمكانيات في الدفاع عن أرضهم في الدفاع لأنهم شعب محتل شعب تحت الاحتلال ومن واجب إسرائيل ومن واجب المنظومة الدولية أن توفر له ما يحتاجه وليس هذه ليست منا ولا هيبة ولا عطاء من أحد المنظومة الدولية سيدي صالح والمشاهدين جميعا من واجبها من واجبها القانوني أن يوفروا ما يحتاجه الغزاويون لأنهم تحت الاحتلال ما يحتاجونهم من غذاء ومن دواء ومن إحاء ومن ماء وكل شيء وبالتالي منع كل هذا عليهم هي جرائم وهذه الجرائم يعني مدانة بالقانون الدولي ويقينا سيتم معاقبة ومحاسبة منتهيكيها ومرتكيبيها يوم ما وهذا الفعل الفلسطيني هو حقيقة هذا الأداء الأسطوري للفلسطينيين هو يبين للعالم الحر أينما كان وأنه يدافع عليهم هو يدافع العدالة الفلسطيني اليوم الذي يدافع عن أرضه هو يدافع العدالة الدولية هو يدافع القانون الدولي هو يقول نحن لا نقبل بالقتل ما تقوم به إسرائيل هو الإبادة والقتل ونحن نرفض ذلك هل رأيتم الفلسطينيين يقتلون حاولوا ساقتهم مختلفة بقتل الأطفال والنساء والعجائز وميلا ذلك والمدنيين وتبين زيف ذلك كله اليوم نجحت الفصائل الفلسطينية في إظهار سورة المقاوم الذي يحرص على أداء واجبه وحقه في أرضه وحقه في العيش كريم وكرامة إنسانية ولكن بالمقابل هو لا يرتكب البشاعات والجرائم التي يرتكبها الطرف الآخر والذي نشهد عليه جميعا وهو صوت وصورة السيد أنور الغربي الأمير العام لمجلس جناب للعلاقات الدولية والتنمية نشكرك جزيل الشكر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر